تشغل محافظة ظفار ثلثة مساحة السلطنة تقريبا وتقع في الجنوب من سلطنة عمان حيث تطل على سواحل بحر العرب المفتوعة على المحيط الهندي وهذا الموقع يجعلها عرضة للحالات الجوية المتشكلة في المحيط الهندي إعصار ميكولو الذي ضرب محافظة ظفار في شهر مايو من هذا العام منذ بداية توارد الأنباء حول الحالة المدارية القادمة إلى محافظة ظفار بدأت وزارة الصحة متمثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار متابعة تطورات مع باقي الجهات المعنية وفور وضوح الحالة والحجم الحقيقي المتوقع للحالة الجوية تم البدء بالتحضير لكافة الاحتمالات المتوقعة شملت الاستعدادات جميع المؤسسات الصحية بمختلف ولايات المحافظة العشر حيث أن التوقعات تشير إلى تأثر جميع الولايات بالإعصار القادم إلى أن الوضع في ولاية صلالة كان أكثر صعوبة من غيرها حيث يقع بها المستشفى المرجعي للمحافظة الذي يضم خدمات صحية لا غنى عنها كغسير الكلا ووحدات العناية المركزة للكبار والصغار وعنايات الأطفال الخدج والطوارئ العامة وغرف الولادة والعمليات وغيرها من أقسام التنويم العامة والتخصصية تقرر إخلاء المستشفى احترازيا نظراً لاحتمالية تأثره بالأمطار والسيول وكان قرار الإخلاء صعباً على الجهات المعنية نظراً للأهمية الكبرى التي يشكلها المستشفى للأسباب التي ذكرناها إلا أنه رغم ذلك تم اتخاذ القرار بإخلاء المستشفى للمرة الأولى في تاريخه يتمتع مبنى مركز القلب بموقع جيد من حيث الارتفاع وتوفر الخدمات حيث أنه مبنى حديث وهذه العوامل أهلته ليكون البديل المؤقت للمستشفى حيث تم تحويل عيادات وساحات المركز إلى قسم الطوارئ العامة وتم تنويم بعض الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة به وكذلك بعض حالات الغسير الكلوي وفيما قام المستشفى العسكري بصلالة باستقبال باقي الحالات المرضية كالولادات والتنويم للنساء والأطفال حيث كان البديل الناجح بامتياز في استيعاب الحالات المرضية أثناء الحدث فيما تم إسناده بأطقم طبية من مستشفى السلطان قابوس كانت وزارة الصحة ممثلة في معالي الوزير وأصحاب سعادة الوكلاء على تواصل دائم مع المديرية في ظفار لحظة بلحظة منذ الساعات الأولى وقدمت كل الدعم للمديرية من خلال مركز إدارة الحالات الطارئة الذي لعب دورا هاما وبفصليا في نقل المرضى وإخلائهم جوا إلى باقي المحافظات كما قدم المركز الدعم الكامل للمديرية طوال فترة الإعصاء كما قام بتنسيق نقل واستقبال مرضى العنايات والحالات الحرجة إلى مختلف مستشفيات المحافظات العمانية الأخرى حيث بلغ إجمال من تم نقلهم جوا إلى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين شخصا بعد انقشاع الإعصار بدأت مرحلة جديدة من التحدي وهي إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليها قبل الحدث حيث تأثرت الكثير من المؤسسات الصحية وتم إغلاق وإخلاء الكثير منها خلال فترة الإعصاء وتم إعادة العمل تدريجيا إلى مستشفى السلطان قابوس ليكون مشهد عودة المرضى المحولين خارج المحافظة هو النهاية السعيدة لكل تلك الجهود التي بذلها رجال الصحة الأوفيان من كل الفئات الطبية والفنية والإدارية ولتنطوي صفحة الإعصار ميكونو تاركة وراءها ذكريات ودروس لا تنسى من الهمم والتضحية في سبيل الوطن توضح آخر خراءة التقصي وتحليل المركز الوطني للإنذار النبكر من المخاطر المتعددة تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب على دائرة عرض 12 وما هي إلى أشهر قليلة وهي السلطنة تواجه إعصارا ثاني هذه المرة إعصار لبان كانت التجربة الماضية في إعصار ميكونو ما زالت حاضرة في الأذهان مما جعل الخبرة التراكمية تكون عاملا معززا للآداء في كافة القطاعات وخاصة في القطاع الصحي وعلى الفور تجاوبت وزارة الصحة مع تحذيرات الأفصاد الجوية حول نشوء هذه الحالة المدارية القادمة إعصار لبان الذي كان متجها نحو سواحل محافظة ظفار وجمهورية اليمن الشقيقة أعلنت جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في محافظة ظفار جاهزيتها لمواجهة جميع المخاطر المتوقع أن يخلفها الإعصار وبالتأكيد كانت المديرية العامة للخدمات الصحية أحدى هذه الجهات التي بدأت التحضير المبكر والاستعداد من خلال تكوين اللجاء والبدء في الاجتماعات التحضيرية والتجهيز على كافة الأصعدة وبدأت المديرية بالتعاون مع باقي الجهات داخل الوزارة تنفيذ الخطط التي تم عدادها مسبقا للحد من آثار الإعصار المتوقع ومن أبرز ما تم إخلاء مستشفى السلطان قابوس تم استيعاب إخلاء المستشفى هذه المرة داخليا في مؤسسات المحافظة الصحية الأخرى تم إخلاء مستشفى السلطان قابوس إلى مستشفى القوات المسلحة وقد تم دعمه بالأطقم والمعدات الطبية والأدوية ترجمة نانسي قنقر وكذلك إلى مركز القلب بصلالة حيث استمر المركز بتقديم خدمات الطوارئ والعنايات وحالات غسيل الكلا طوال فترة الإعصار فيما عملت بعض المراكز الصحية بدوام كامل طوال فترة الإعصار وتم تزويدها بالأطقم الطبية لتعمل على مدار الساعة كذلك تم تعزيز جميع المؤسسات الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية وتوزيع المولدات الكهربائية عليها كخطوات احترازية ضمن جملة من الخطوات التي تم اتخاذها كما تم تفعيل غرف الطوارئ وتلقي البلاغات على مدار الساعة ومع الوقت تبين تغيير اتجاه الإعصار نحو السواحل اليمنية تعاملت المديرية العامة للخدمات الصحية إعلاميا بشكل مباشر مع الجمهور حيث تم تشكيل فرق خاصة لهذه الغاية مما حقق النجاح مميز في الجانب الإعلامي حيث كان هناك صفحات خاصة بالمديرية للتواصل المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عمل الفريق الإعلامي على توثيق كافة الأحداث بشكل احترافي وتوزيع المواد الإخبارية على الجهات الإعلامية الأخرى المحلية والعربية مما أظهر الجهود الكبيرة التي قامت بها الوزارة على كافة الأصعدة وهكذا انقشع الإعصار وعادت جميع المؤسسات الصحية إلى العمل بخطة حثيثة إلى أن تم إعادة الخدمات الصحية إلى طبيعتها وهكذا تمر تجربة جديدة ناجحة للخدمات الصحية عنوانها التعاون التفاني والعطاء ترجمة نانسي قنقر